كما نعرف أن أركان الإيمان في الإسلام هي ستة منها الإيمان بالله وملاكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر بخيره وشره في هذه النسخة السنية السلفية الأديان الأخرى ماذا تقول؟ يعتقد الناس فيها بأن الإله له اسم طبعا باسم آخر مثل يهوى أو إيل أو آمون أو راع أو بعل غير وغيره هؤلاء يؤمنون بتعدد الآلهة أو بوجود آلهة محددين خاصة بكل واحد منهم معظم الآلهة خاصة بعد الألف الأول قبل الميلاد أو النصف الأول قبل الميلاد يعني بعد الخمسمائة قبل الميلاد بدأت تظهر أفكار قوية وفيها شيء من المعمار الذهني أو المعمار الفكري نوعا ما فيه شيء من العمق الذي يؤكد بأنه هناك مرحلة من الانتقال بين الإنسان بعد الموت إن الإنسان ينتقل من عالم الحياة إلى عالم الموت في السابق قبل هذا كانت العملية أكثر بساطة كانت تختزل في الهبوط إلى العالم الأسفل أما من كما يقال ثقلت موازينه فهو إلى الأسفل أما من كان ليس ثقيلا في موازينه سيرتفع إلى السماء العليا حيث الجنة وبوابات الجنة التي يقف على بابها الملائكة وهذه الصورة هي الصورة التي ترتسم ما قبل الميلاد تقريبا وهي بدأت أيضا بأفكار الفراعنة المعتقدات الدينية المصرية القديمة التي يوزن فيها ما فعله كل إنسان فإذا مسألة أبسط بكثير مما صورتها أن المسيحية والإسلام يوزن ويوضع إذا كان على حاف فإذا كان سيء إذا وزنه ثقيل فراح يوقع في الهاوية وينتهي تماما أما هناك فكرة الصورات أيضا التي أخذت من الزرادة الشتية والصورات هو معنى الصورات المستقيم هو السترات يعني الشارع يعني أو الشارع أو الطريق المستقيم من السطر قولي بس فصار الصورات حسب نظرية لوكسنبول أن الصورات هي أصلها كلمة أرامية قديمة هو أصلها الصحيح حد هذه اللحظة أن السطر والأسطورة هي الشيء الذي يتم تخطيطه بشكل مستقيم السؤال هو لماذا نخشى الموت حتى نفهم فكرة البعث والخلود والعودة إلى ممارسة الحياة يعني هي فكرة السلود ما هي هي البقاء في الحياة هي بالأصل هو هكذا الأمر طبعا نحن كلنا عندنا غريزة أساسية بأن نبقى على قيد الحياة وهذه الغريزة مهما سميناها ومهما حاولنا أن نعقلنها نعقلنها فهي تبقى غريزة حيوانية طبيعية موجودة لدى جميع الكائنات ولولا هذه الغريزة لما بقي شيء على قيد الحياة أصلا هذا يقودنا إلى التفكير بالموضوع بشكل شوي أعمق أنه نفهم لماذا هذا الإصرار على فكرة الخلود وأيضا جعل فكرة الخلود أو موضوعة الخلود موضوع أشبه بالجائزة هذا يعني بأننا نشعر بأن هناك طريقة محددة أو صراط أو طريق محدد هو الصحيح الذي يجب أن نسير عليه وهذا فكرة عظيمة طبعا داخل الإنسان لأنه نابعة من قدرته على أن يتأمل العالم الذي يعيش حوله ويجد له طرق كثيرة طرق مختلفة لممارسة حياته داخل هذا العالم وهذا هي ميزة الإنسان عن بقية الكائنات أنه يعي نفسه ويعي ظرفه ويرى ما حوله ويحاول أن يتأقلم مع هذا المحيط ويجد الطريقة الصحيحة التي الأصح التي يجب أن يسير عليها هذا العلاقة المفهومة التثبيت أن الإنسان لا بد أن يجد شيء يثبت نفسه إليه أو يؤمن به بمعنى المعاني يؤمن بهذا الثابت وهذا الثابت هو الذي يستطيع أن يختزل كل المتغيرات فيه أي أن المتغيرات التي تحيط بالإنسان هي متغيرات لا يمكن أن تتوقف على الإطلاق حتى هو نفسه لا يستطيع أن يتوقف فبالتالي كي تتحقق إرادة هذا الإنسان أو تتحقق رغبات هذا الإنسان أو تتحقق قدرته قدراته على الوعي الحال الذي هو عليه لابد أن يصطنع أو يختلق أو يخترع فكرة الثبات هذه الفكرة هي التي جسدتها فكرة الإله فكرة الجماعة تجد مؤظم المفاهيم التي يتعامل بها الإنسان هي مفاهيم ثابتة وتدعى الثبات وفي نفس الوقت تعتبر كل ما هو متغير هو شرير وفاسد وآيل إلى النهاية بالتالي نحن نبحث عن الخلود باعتبارها فكرة ثابتة أن الحياة هي الفكرة الثابتة وهي الأساس الثابت وهو فعلا هكذا نحن بدون حياة لا نصبح يعني هي الحياة بالنسبة لنا هو الشيء الثابت لكن صحيح مرات أن نكون في حالة مرض أو شيء لكنه الثابت بالنسبة لنا هو حياتنا وهذه الحياة لا يمكن أن تتحقق إلا بوعيها ووعي الحياة هو يقودنا إلى أن نثبت هذا الوعي وتثبيت هذا الوعي تطلب إيجاد معادل موضوع لهذا الأمر يعني ليس معادل موضوع معادل أسطوري معادل لغوي معادل رمزي ممكن نقول هذا المعادل الرمزي هو اللي انجسده من خلال الطقوس انجسده من خلال المحافظة على الأرض المحافظة على ملكية الأشياء أو الانتمان على الأشياء الذي نعيش من خلاله أو نعتبره هو من أهم الأشياء في حياتنا البعض يؤمن بأنه يجد رمز ربما توطم ربما يجد شجرة محددة يعتبرها هذه هي الثابت الوحيد الأقصى بالنسبة له هو أهم شيء بالنسبة له هو الفكرة ليست الشيء بحال ذاته ولا الفكرة بحال ذاتها التي يؤمن بها مثل فكرة الله فكرة الحب أي فكرة كانت يؤمن بهذا الإنسان وأعتبرها هي المرسات التي مهما تغيرت وتحركت أمواج الدنيا حوله محيطات الدنيا حوله واشتدت العواصف هو دائما متمسك بهذه المرسات التي لا يمكن أن تتحرك من مكانها مهما تغيرت الظروف هذه هي فكرة الدين الجوهرية بالأساس وأنا دائما أقول أن الدين هو القطيع معنى أن هذا القطيع هو الذي لا يمكن أن يفنى ولا يمكن أن يموت وسيبقى إلى الأبد ولابد أن يصل إلى الجنة الموعودة أو النهاية التي لا يمكن بعدها أن يعاني من أي مشكلة الدين بهذا المعنى هو الثابت أو الآلية التي تجعل ثابت ممكنا فبالتالي نفكر بالخلود باعتباره شيء سيجعلنا نواصل الحياة وليس نادرا ما نجد أن هناك من يتحدث عن الخلود باعتباره شيء مختلف عن الحياة أو شيء يجعل الحياة بصيغة أخرى أكثر أكثر عمقا وأكثر جوهرية وأكثر جدوى لا بالعكس هو مجرد أن هنا لدينا مشاكل واضطرابات كثيرة داخل الحياة ونالك متغيرات لا تحد الفكرة الخلود هي أننا نمارس الحياة وبعضها توصلت بدرجة الإسلام أننا نمارس حتى الجنس الجنس والأكل والشرب براحة وبدون إزعاجات هذه أقصى أحلام الإنسان الإنسان في الأديان أقصد أو الفرد أو المؤمن في الأديان لا يوجد إنسان بداخل الأديان يوجد فرد مؤمن هذا الفرد هو جزء من القطيع والقطيع هو جزء من الفرد وعملية متداخلة فيما بينهم قطيع البشر أقصد لا أقصد بها عبارة مسيع إنما أقصد بها المعنى والمدلول الجماعي لفكرة الدين أو جوهر الدين طبعا هذا هو هذا اللي أردقوله فبالتالي نلاحظ بأنه هناك من يمد الحياة ويحاول أن يدافع عن هذا القطيع الديني بحجة أنه بحاجة إلى الدفاع عنه لأن بقاء القطيع هو من بقائه يشعر بأنه هو متماهي مع هذا القطيع فبالتالي يشعر بأنه يجب أن يبقى ضمن هذا القطيع ويدافع عنه حتى الموت وهذه هي فكرة لماذا يتحمس الإنسان ويخرج عن طورة ويخرج عن أنانيته وذاتيته عندما يشعر أنه واحد من الجماعة ويهجب معهم ويقاتل معهم حتى النفس الأخير هذا الإحساس بأنه خرج عن إطاره المحدود وبات جزءا من الجماعة والكتلة الجماهيرية أو القطعية التي يجب أن تدافع نفسها تجاه جميع الأخطار حتى لو أدى هذا إلى الموت هذا الموضوع الذي يسمونه السيكولوجية الجماهير عندما يتحدث عنها غوستاف لوبون وأيضا علماء جدد مثل توماس البلجيكي يطور النموذج لوبون أو غوستاف لوبون يتحدثون عنه هناك بالعربي بالكتلة الجماهيرية أو الجمهور تشكل الجماهير شيء من هذا القبيل فهذا الماس فورميشن نحن نزعى لأن نتميلي هذا الماس فورميشن وأيضا وسائل الميديا الآن تحاول أن تؤيد لنا فكرة الخلود بطريقة جديدة عن طريق الماس فورميشن وهذا الماس فورميشن يشكل لدينا جماعات متحزبة متصارعة تؤمن بوجود شيء محدد مثلا المشجعي فرقة كرة القدم هم هؤلاء من نوع من أنواع الماس فورميشن أيضا الناس الذين يقفون على الطريق عندما يمر مثلا الشخص مشهور هذولا نوع من أنواع الماس فورميشن الناس الذين يتابعون التيك توك والذين هذا يعني جماهير متخصصة في هذا الموضوع هذا أيضا نوع من الماس فورميشن المسألة معاقدة لكن حتى نرجع لموضوع الخلود لابد أن نفهم بأن السعي للخلود هو المضاد تماما للسعي للانتحار أي أننا عندما نرفض الحياة ننتحر وعندما نتقبل هذه الحياة نحلم باستمرارها وتواصلها إلى ما لا نهاية هذا مستحيل طبعا فبالتالي نضطر إلى اختراع المعاد أو يوم القيامة أو الجنة أو العالم الآخر وهنا تحدث مفارقة أن هناك من يسعى للانتحار لكن انتحار من معنى أنه خلاص من الحياة أو رفض الخلود لا أكون هناك من يسعى للانتحار لتضحية بنفسه كما قلنا بموضوع الماس فورميشن أو حس الجماهير أو الانتماء للجماهير أو فكرة القطعية الدينية فهذا يسعى للانتحار لكنه ليس للخلاص من الحياة إنما سعيا إلى الخلود هنا تتداخل المواقف وتتداخل الأفكار وتتداخل النوايا ويصبح الإنسان بين أن يتخلص من حياته وبين أن يعوضها بحياة أخرى هذا يعني أكد أنه مدى قدرة الإنسان على التخيل وعلى أن يتصور وجود أشياء يمكن أن تدفعه إلى الفعل وهذا اللي يفسر لماذا رجال الدين لديهم تأثير كبير على الناس من خلال أفكارهم هاي الأفكار راح تتغلغل داخل الإنسان وراح تتحول مع الوقت إلى فعل فنجد أن رجل الدين ورجال العقائد عموما لديهم قدرة على المطاولة والصبر ويزرعون أفكارهم داخل الحشود ومجاميع بأنات وبدقة ولوقت طويل ولن نجد بعد ذلك إلا وأمامنا حشود ضخمة مستعدة لأن تجرف أي شيء أمامها بمجرد إشارة من رجل الدين أو أي شخص لديه كارزمة قيادية وهؤلاء يكونون في أعلى وأخطر درجات الخطورة من هنا نجد بأن الرغبة بالخلوط هي نوع من أنواع التطرف نوع من أنواع الإحساس بأننا يجب أن نبقى على الحياة وأحساس بالفردية والنرجسية الطاغية أن التمسكنا بالحياة هو مسألة يعني معاكسة للموت وبالحقيقة أنه لا يمكن أن نكون أحياء بدون أن نشعر بالموت أو يعني ما معنى الحياة بدون موت هي الحياة بحد ذاتها هي الشيء المعارض للموت أن لم يكن هناك شيء حيا فهو ميت الحجر والصخر والخشب والمواد بعموما في الطبيعة هي أشياء ميتة أو لا علاقة لها بثنائية الموت والحياة فالحياة هي مسألة مختلفة تماما عن الجمادات بالتالي نقول أحيانا ماذا نفعل نقول الله لا يموت حي لا يموت بالحقيقة هذه مسألة فيها تعارض وفيها تناقض لأنه كيف يمكن أن يكون هناك إله لا يموت هذه الفكرة أكون نوع من التجلي الإنساني لصورة الله يفترض بأن هناك إله لا يموت لماذا؟ لأنه يعرف معنى الحياة والموت أو يدرك ما هو الفرق بين الموت والحياة فعدما تتصور وجود إله لا يموت فهذا معنى معاني أنه هو خارج على يعني ربما هو صخرة مثلا هل هو حجر؟ هل هو شيء غير مادي أو مادي صرف لا توجد فيه نبضة من نبضات الحياة فكيف بالتالي لهذا الكائن الذي لا يموت هذا كائن بالتالي هو كائن جماد من أنواع من أنواع الجمادات فبالتالي كيف له أن يمنحك الحياة؟ هنا الفكرة التي ربما رح موضوع فلسفي مسألة علاقة أنه كيف تنبؤ الحياة من اللا حياة فهذه مسألة بها تعقيدات لكنه عموما هو هكذا هي محاولة الفكرة وجود الآلهة هي محاولة الخروج من العالم المتغير الذي لا يمكن البقاء فيه على الإطلاق لا بد أن نصل إلى مرحلة نموت فيها ونعود إلى المادة التي نشأنا منها هذا الأمر لا يمكن يعني نعرف أنه هذا الأمر مستحيل لكن لدينا قدرة على تخيل وجود أو نغذي مخيلتنا ونتخيل وجود كائن لا يموت لكن هو يمتلك أيضا مواصفاتنا كما يقال أيدان دائما تقول أن الله خلق الإنسان على صورته فهذا الدليل على هذا الموضوع هو الفيلسوفة فيورباخ اشتغل على هذه الفكرة وقال بأن الإنسان هو انعكاس لصورة الله هي انعكاس لصورة الإنسان طبعا لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة أن هناك من يدعي أن هناك معنى للحياة وأن الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة وأن هناك جزاء وثواب وعقاب لكل ما يفعله الإنسان هذا أي اعتقاد مخالف لهذا الاعتقاد هو بالتالي يؤدي إلى أننا نمارس الحياة بشكل لا قيمة له ولا يمنح ما نفعله أي معنى وقيمة بالحقيقة الأمر ممكن يعني هذه المجادلة ممكن دحظها بطريقة نوعا ما بسيطة وهي أولا أنه إذا قلت أن هذه الحياة لا قيمة لها وأن القيمة هي في الآخرة فهذا معنى أنت الذي تنفي قيمة المعنى أو أنت الذي تؤكد أن المعنى غير موجود في هذه الحياة ويجب علينا أن نفعل كل شيء له معنى ولكن ليس في هذه الحياة على أن يكون هذا المعنى من أجل الآخرة أو ما بعد الحياة وطبعا وهذا المفهوم يعني الإنسان بالتأكيد الكثير من الأصدقاء رأي يحتاج عليه يقول لي أنت ما هذا التفكير يعني وهل يمكن أن نقوم بفعل شيء بدون معنى أن لا نفقد الإحساس بأن ما نفعله له قيمة وله عقاب أو ثواب في وقت لاحق طبعا هؤلاء الناس تمت برمجتهم اجتماعيا وثقافيا على التفكير بهذه الطريقة الحقيقة المؤكدة أن الإله المزعوم أو الآخرة المزعومة هي التي تقتل أي معنى في الحياة وليس العكس يعني بالمنطق البسيط يمكن أن نثبت ذلك يعني اقتصاديا مثلا القيمة السلعة تزداد كلما قل المعروض وكلما زاد الطلب عليها أي كلما أصبح الشيء أكثر ندرة أو متاح بشكل ما كلما زادت قيمته لذلك مثلا نجد أن الذهب قيمة ترتفع لكن الهواء ليست له قيمة لأنه موجود في كل مكان له قيمة فقط عندما تسقط في حفرة أو بئر هواء فيه قليل جدا وهذه حالة نادرة لكن ليست له قيمة كبيرة إنه متوفر في كل مكان وهو أيضا متاح لكل كائنات الموجودة على كوكب الأرض لكن هذا الهواء نفسه اللي يكون شحيح لمن يمارس لمن كما قلت يقع في بئر أو يذهب إلى الفضاء الخارجي فستجد أن هذا الشخص يحتاج لقنان الأكسجين وهي الغواص مثلا أيضا لماذا؟ السبب ما هو؟ لأن هنا الأكسجين صار نادر جدا وله قيمة اقتصادية كبيرة بينما هو على الأرض مجاني وبلا قيمة بالتالي فإن فكرة الخلود هي فكرة تجعل الحياة بلا معنى لأننا سنحاول أن نقضي هذه الحياة بأي طريقة كانت وعلى أمل بأننا بعد الموت أمامنا حياة أبدية وسنعيش فيها بشكل مفتوح تحت الرعاية لله بالحقيقة نحن نتخلى عن الحياة ولا نمارسها بل لا نشعر بأهميتها وخطرتها كما لا نشعر بأهمية الأكسجين مثلا لكن نشعر بأهمية الذهب أو قيمة المادية أيضا مثال آخر ماذا مثلا الآن شخص أتى وقال لك أنت مريض وستموت بعد ساعات أو ربما بعد أسبوع ماذا تفعل؟ ستصبح فورا للحياة قيمة هذا معنى أن حياتك لها قيمة كبيرة جدا وعليك ستشعر بأنك على عجلة من أمرك وتحاول أن تفعل أي شيء تحبه في هذه المدة القصيرة بس لو قلبنا الحالة وصورنا لك الأمر بأن أنت ستحيا للأبد وستكون مثل هذا الإله شخص لا يموت وخالد وفورا غر يعني باقي فحتى لو ما تحتاج أي شيء لا طعام ولا شراب ولا شيء فماذا ستفعل؟ ستتصبح الحياة رخيصة جدا ومتاحة أكثر من اللازم يعني كما هو حال الأشياء الموجودة على سطلة أرض العادية مثل الماء والهواء وغيرها فبالتالي نحن بحاجة إلى الموت لكي نشعر بقيمة الحياة وليس العكس يعني كما يقال بالضدي تعرف الأشياء فأنت لا تستطيع أن تعرف ما هو الخير إلا أن تعرف ما هو الشر بالمعنى العام وليس من معنى الديني لا تعرف ما هو معنى القبيح من الجميل وهذه التمييزات الأساسية لكن فلسفيا غير دقيقة هذه العبارة لكن عموما أدطي الصورة العامة لا تعرف الأسود إلا من خلال الأبيض وهكذا وبالتالي أيضا لا تعرف الموت إلا من خلال الحياة أما فكرة وجود آخرة فهي التي تنفي قيمة الحياة وهذه العملية لا تحصل إلا بتشويه الحياة نفس وهذا التشويه لا بد أن يحصل لأنك يخليك تشعر بوجود حياة أخرى احتياطية فموجودة عندك يعني لا بد أن تستخدمها في لحظة ما وهذا يخليك يعطل طاقاتك ويخلي يفرغ الحياة والعالم الذي نعيشه من المعنى وبالتالي يفرغ أنفسنا بحد ذاتها من معنى وهنا نكتشف الحقيقة الخفية وهو أن كل هذه العمليات الدينية أو المعتقدات الدينية هدف منها إفراغ أنفسنا من المعنى وجعل المعنى معلقا في الجماعة وهذه الجماعة هي التي ستستمر في مركبة الزمن باتجاه المستقبل وأما ما نحن إلا سقط المتاع ومجرد وقود لاستمرار هذا القطيع فعلينا أن نفهم الصورة بهذه الطريقة وإلا فنحن نفقد ألف سنة ونفقد حياتنا ونفقد قيمتنا ونفقد تمييزنا وأيضا وهذه المفارقة ستفقد الجماعة قيمتها النوعية زاء الجماعة الأخرى إنما صحيح تمتلك قدرة على البقاء لكن ما قيمة بقاء من هذا النوع الذي يفني أو يقتل أو يسحق مواهب أفراده وهنا يكشفنا الأمر نفهم سر هذا الانتشار الواسع لثقافة الموت والتي تتغلغل في أغلب جوانب حياتنا كل يتحدث عن عذاب القبر والقيامة والجثث وكيف الشياطين تعذب الناس في القبر والبعض عندما هناك جدل كبير أنه هل هناك عذاب قبر في الإسلام مثلا أو لا وهذا جدل طبعا هو أصلا مشتق من خرافة خراف وجود شيء اسمه عذاب قبر أو عدم وجود عذاب قبر ومثل هي فكرة وجود آخر ووجود حياة وهي هكذا يخلق لك الأسطورة ويخليك تمشي وراها وضيع وقتك وطاقتك في قضية هي أصلا مزيفة ومختلقة ولا معنى لها فهي هاي الفكرة فكرة أنه يخليك تتخلص من ذاتك تفقد معنى هذه الحياة حتى تحيل هذا المعنى إلى الآخر وبالتالي حولك إلى وقود تقاتل وقود لرغبات القوى المهيمنة أو المتسلطة على الجماعات والشعوب فكيف لك أن تجعل الجندي يقاتل مثلا كيف يعني عندما أنت تخلي يشعر بأن المعنى هو في موته المعنى في أنه يقاتل من أجل الجماعة من أجل الآخرة من أجل القيم العليا ومن أجل الإله ومن أجل الوطن هذه كل كلمات مقدسة تعتبر فهو يقاتل من أجله ويصدق بهذه الفرية لأنه أرغم على تصور بأن قيمته لاحقا ستتحقق لاحقا فهو بالتالي تخلى عن قيمته كإنسان وعن فرديته كإنسان وكفرد لصالح الجماعة وهذه الجماعة تؤده بأن سيلاقي الحسنيين في الآخرة بعد موته طبعا وتحوله إلى تراب هذه الطريقة التي استخدموها رجال الدين والأنبياء خاصة أنبياء المسلحين في تحفيز المجاهدين على القتال ودفع بهم إلى الانتحار في المعارك وهذا هو الطريقة الوحيدة التي سمحت لهؤلاء أن يبنون أنفسهم ممالك وأمبراطوريا ضخمة وهو هذا اللي يخلى يعني الكثير الجميع يخضعون لسلطة رجال الدين بدءا من لحظات نشوء الأديان التوحيدية من أيام يوشع وأيام المملكة يهود القديمة ملك شاول وملك داود وسليمان وأيضا يوشع الخلفاء المسلمين والنبي والرسول فكان الطريقته هو يؤتب الرسول عبقري لأنه استطاع توحيد القبائل تحت رايته في شفة جزيرة العربية فأيضا كان عنده من نوع من السياسة الحكيمة الحكيمة بمعنى السياسي التي سمحت له بأن يستثمر هذه الألاقات ويخرج حتى على الأعراف السائدة قتل الأسرى مثلا كثير الأشهر الحرم التجاوزها وهذه هي الطريقة التي سمحت له بأن يكسر هذه المحظورات القديمة والتي كانت تعتبر من أخلاقيات الجاهلية التجاوزها وبن خلالها استطاع أن يتميز على الآخرين وأن يفرض أو يؤسس لإمبراطورية أو لمملكة كان هو وقائتها الأكبر على مدى تقريبا يعني سبع سنوات قبل وفاتة وتمت وأورثها لخلفاء من يسمون الخلفاء الراشدين وبعد ذلك أتوا الأمويون والعباسيون ليرثوها واستمرت العملية حتى يومنا هذا بأشكال مختلفة هذا يخلينا نعرف لماذا الإيمان بالآخرة والحياة بعد الموت مهم بالنسبة لهذه المجتمعات التي هي محاربة أصلا أو هو لماذا فكرة الآخرة هي فكرة مهمة يعني هي الحديث ليس الآن عن مدى مصداقية وجود آخر أو لا لماذا هي موجودة؟ ما فائدة هذه الفكرة؟ هي مفيدة جدا لتشكيل الجماعة تشكيل العقيدة التي يؤمن بها الجميع وهي هذه العقيدة التي تجعلهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص كما يقول النص الديني إن تدعى منه جزء تدعى الآخر ما ذكر الآية بالضبط أو الحديث بالضبط فهذه الفكرة هي فكرة هي مو غايتها أن يطمئن الناس بمصيرهم بعد الموت ولا تطيب خواطرهم أو رفع معنوياتهم أنه راح تموت ولا تدير بها لا هي بالعكس وهدفها استغلال الناس والرمي بالجنود في محرقة المعارك كما فعل معظم الرجال الدين والهدف مع استغلال الفقراء في الدنيا وتخذيرهم وتحويلهم إلى مجرد قطعان مستكينة جاهزة للتضحية بها كما يضحها بالقرابين في أي لحظة فكرة القربان أصلا هي فكرة من هذه المسألة أنه الإنسان هو يضحب نفسه من أجل الجماعة هو قربان إذن فهي هذه الفكرة فبالتالي هذه الأساليب كانت أساليب مبتكرة وأول ما يهتكرة هم هي الديانة التوحيدية خاصة المسيحية والإسلام وأيضا البوذية أيضا اشتغلوا على هذه المنطقة قدما تحولت من فلسفة وفكر إلى دين فأصبح الديانة تبشيرية وحتى بعضها في فترة فترات عبر القرن الأول الميلادي أكون ملك بوذي أو قبل القرن الثاني قبل من هذا أعتقد أرسل ما ذكر التفاصيل لكن أرسل بأثة تبشيرية إلى مصر والشام للبوذية ولم تنجح الأمر لكن هو ترك آثار كثيرة خاصة على المسيحيين كما في بعض البحوث أشارت لهذا الموضوع فكرة أيضا أنه الإنسان يبعث إلى الحياة بعد أن يموت بعد أن يقتر بسبب القتال من أجل المسيح مثلا هؤلاء في أيام الحروب الصليبية كانت تقدمهم سكوك الغفران وأيضا مفاتيح الجنة في حرب الأراق مع إيران كان خميني حسب ما تناقلته وسائل الإعلام يعني معظمها جيدة يعني رصينة قالت بأنه كان يوزع مفاتيح الجنة على الجنود وهؤلاء يتقدمون كمحرقة لإقتحام الخطوط الأمامية للقوات الأراقية في الثمانينات أيام الحرب الأراقية الإيرانية التي استمرت ثمان سنوات فهذه مفاتيح الجنة هي كلها مسائل لتخدير الفقراء واستغلالهم واستثمارهم أيضا بالحرب مع داعش كان أصدر الإمام السستاني فتوى بأنه يجب أن يقاتل الشيعة ضد الغزو الدائشي وضحوا بأنفسهم الناس جميعا وبعد ذلك عندما قتل الناس ولم يقدم لهم أي شيء معظمهم الآن أكو عشرات الألاف من الجرحى والمصابين لا أحد يعتني بهم ومتركين ومهملين بدون أي اهتمام هم قدموا خدمة مجانية لرجال الدين لكن دون مقابل ومع هذا يظهر العان وبعد ذلك من يمدح الرجال الدين لأنهم أصدروا فتوى ضد داعش وبالحقيقة هم أصدروا فتوى ضد داعش لأن داعش كانت تستهدف رؤوسهم وهؤلاء المساكين ضحوا من أجل هؤلاء ورجال الدين لم يضحوا بأي شيء مقابل هؤلاء المساكين الذين قتلوا بدليل ألدما انتفضوا بعد ذلك يعني قبل سنة 2019 يعني بعد المعارك مع داعش بسنة أو سنتين نفسهم الليقات لو داعش ذول الناس البسطاء المساكين نفسهم أثاروا لأنه لم يحصلوا عليه حقوق عايشين في بطالة كاملة لم يقدم لهم أي شيء قاتلوا بدون مقابل ومع اللهم شباب صغار وقتلوهم في الشارع ومع هذا لم يصدر رجال الدين فتوى ونفس الرجل الدين الذي أصدر فتوى ضد داعش لم يصدر فتوى لحماية هؤلاء أو معاقبة قتلتهم ما زالوا لحد الآن قتلوا بالآلاف من الأشخاص وأيضا عمليات اختيار منظمة لكن لا جدوى لم يصدروا فتوى لأنهم يشعرون بالأمان ولأن السلطة في يدهم ولم يتعرضوا لأي خطر شكرا جزيلا وآسف على الطالة وأشككم خير وهذا الموضوع سأتحدث عنه بصيغة أخرى عن موضوع الخلود والبعث من الناحية الفلسفية طبعا كل عادة أتمنى أسمع تعليقاتكم وأراكم في هذا الطرح ويعني سأحاول الرد عليها جميعا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر